من زمان الزمان والمفكرين والأدباء والشعراء مختلفين في حكمهم على المرأة في منهم اللي طلعها سابع سمة وفي منهم اللي نزلها سابع أرض جيف بالي فكرة أن أنا أدور على أفضل مقولة قالت في حق النساء في التاريخ وأسوأ مقولة اتقالت عن النساء في التاريخ واكتهدت أن أنا أشوف كل اللي اتقال لحد ما استقريت على المقولتين اللي هولكم دول أفضل مقولة اتقالت في حق النساء في التاريخ وأسوأ مقولة اتقالت في حق النساء في التاريخ نبدأ بالأفضل في رأيي أنه أفضل ما قيل عن النساء في التاريخ مقولة لابن عربي ابن عربي ده واحد من أشهر الأسماء في تاريخ التصوف والفلسفة الإسلامية ويمكن بسبب انحيازه للنساء كان كتير قوي من رجال الدين بيعادوه قال إيه ابن عربي قال لك المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه ليه يا سيدي قال لك لأن المكان الذي لا يؤنث يبقى مكاناً فحس أما إذا أضفنا إليه تاء التأنيخ فحين ذاك يغدو مكاناً ومكانه شوف عبقرية ابن عربي عايز يقول لك أن المكان الذي لا يحتفي بالمرأة ويقدرها وتبقى متواجدة فيه يبقى مجرد مكان بلا مكانة ولا قيمة ولا إشعاع يبقى المرأة في رأي ابن عربي هي من يضيف لأي مكان المكانة وبدونها يصبح المكان بارد ومظلم وموحش في رأي ما قلت ابن عربي دي هي أفضل ما قيلة عن النساء في التاريخ أسوأ ما قيلة عن النساء في التاريخ أنا مش هقول لكم دلوقتي مين اللي قالها بس اسمعوها كده واستغربوا من الكلام الكلام أبارة عن خطبة يا جماعة لأنه في أول المقولة بتاعته بيقول أيها الناس يعني ده واحد بيخطب بيقول إيه بقى أيها الناس لا تطيعوا للنساء أمرا ولا تدعوهن يدبرن أمرا يعني لا تسمعوا كلامهم ولا تخليهم يتحملوا مسئولية حاجة طب ليه قال لك فإنهن إن تركنا وما يريدنا أورضنا المهالك وأفسدنا الممالك يعني هيودون أفداهية لو مشينا وراهم أو شيلناهم الشيلة وتحملهم المسئولية يقول لك هيودون أفداهية ويكمل يقول وَجَبْنَاهُنَّ لَا دِينَ لَهُنَّ فِي خَلَوَاتِهِنْ وَلَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهَوَاتِهِنْ اللَّذَّةُ بِهِنَّ يَسِيرَةِ وَالْحَيْرَةُ بِهِنَّ كَثِيرَةِ فَأَمَّا صَوَالِحُهُنَّ فَفَاجِرَاتِ المشكلة أن الراجل عبقاري في اللغة ولكن شوفوا المعنى اللي عايز يوصله الصالحات منهم بيقول عليهم فهجرات أما اللي مش صالحات بقى وَأَمَّا طَوَالِحُهُنَّ فَعَاهِرَاتِ وفي الآخر بيختم المقولة بتاعته بالعبارة اللي كتير بقى ممكن يعرفوها يَتَظَلَّمْنَا وَهُنَّ ظَالِمَاتِ وَيَحْلِفْنَا وَهُنَّ كَاذِبَاتِ وَيَتَمَنَّعْنَا وَهُنَّ رَاغِبَاتِ دي المقولة اللي منتشرة وفي آخر الخطبة للعصباء بتاعته بيقول بينصح بقى الناس بيقول لهم فاستعيذوا بالله من شرارهن طيب ماشي نستعيذ بالله من شرار النساء طيب والخيار والكويسين منهم الخيرات وَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ مِنْ خِيَارِهن شوفوا الكلام كلام بشع والأخشع بقى ان فيه كتير فاكرين ان ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك الأكتر بقى واللي منتشر في كتير من الكتب انه من كلام الإمام علي بن أبي طالب وهو من هذا الكلام براء ما فيش أي سند في كتب أهل السنة انه الإمام علي قال الكلام ده ويستحيل لمنطق ولا عقل ولا حتى خلقيا مقبول ان الإمام علي يكون هو اللي قال الكلام ده وفيش سند أصلا لكده إذن ما بين التو إكستريمز دول حد طلع بيهم السماء وحد نزل بيهم الأرض بيجي صوت العقل والحكمة بقى واحد زي المتنبي اللي هو الشعر المفضل بالنسبة لي المتنبي حسم القضية دي ازاي قال يا جماعة العبرة مش ذكر وأنثى رجل وامرأة مش كده خالص القضية العبرة بالصفات والأفعال فبيقول المتنبي بعبقريته وما التأنيثه لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال يبقى لا التأنيث لاسم الشمس داعب في حقها ولا إن الهلال مذكر يبقى ده مصدر فخر لي العبرة بصفاتك وأفعالك